يتفقد هشام محصوله الزراعي من البطخ الأحمر في ضيعته بمدينة سيد علال بحراوي المشهورة بإنتاج هذا المنتوج الزراعي والذي يتوفر بكثرة هذه السنة وبأسعار جد منخفضة الأمر الذي أثار بشكل سلبي على أرباح الفلاح في سوق للبيع بالجملة لفاكهة البطيخ الأحمر ينتظر الفلاحون أمام الشاحنات المحملة بهذه الفاكهة لبيعها للتجار فهي الفاكهة الصيفية التي لا تقبل التأخير بعد مرحلة نطجها وليس أمام الفلاح سوى بيعها بأسعار زهيدة بعد غياب الطلب عليها وهذا العام لا يوجد شارعي لا يوجد تصدير لا يوجد خرج هذه السلحة والحمد لله السلحة فيها الماكلة فيها الجودة فيها وتنطلبون من الناس العتمينة ناقصة وتنطلبون من الناس يجيوا يشريوا من عدناد الله يجيوا يشريوا من عدناد الله ود الله بيع الحالة يرتع لها يوجد هنا ججطون ججطون وربعمائة تتدير ربعمائة درهم سوما ربعة فرنك الكيلو يعني ما كينتح هذا الفلاح هو كلاسا الرهان كان على هذا المنتوج قصد تحسين المجال التسويقي والذي تأثر بإجراءات جائحة كورونا وبعد شائعات مرض هذه الفاكهة ذكر المكتب الوطني للسلمة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ الله أن بذول البطيخ الأحمر غير معدل جينيا وخالي من الملوثات والبكتيريا ملك الفواكه الشعبية بالمغرب مرغوب في الموائد الأوروبية وقد صدر منه في عام 2020 أكثر من 200 مليون كيلو جرام ما جعله ثالث مورد لهذا المنتوج الزراعي في الاتحاد الأوروبي وسعره أعلى بنسبة 14% من نظيره الإسباني ويأمل فلاحون أن ينتعش سوق البطيخ الأحمر مرة أخرى ويعود خسائرهم المادية إكرام الأزرق قناة الغد من مدينة سيد علا البحراوي